بصوا جماعة أنا كل اللي أقدر أظنه من هذه القمة تاني اللي أقدر أظنه إحنا في النهاية ما بنقولكش تقرير واقع يعني لازم أنت بتعود بتشوف حاجات زي كده بتبدأ تربطها بالأحداث السابقة بتشوف مثلا على سبيل مثل التحرك المصري عامل إزاي قمة النهاردة في رأيي المتواضع جدا خلاصة يعني دي بداية لسلسلة من التحركات تبقى للرؤية المصرية وتاني هتقولي إيه يا رؤية المصرية أقولك في حينها أصبر بس هو أساسها أساسها واحد مفيش تصفية للقضية بأي حلم الأحوال اتنين مفيش حاجة اسمها تهجير قصري للفلسطينيين خارج أراضيهم مش بس المصر خارج أراضيهم تلاتة مفيش حاجة اسمها أنه أسلو انتهتوا علينا أن نبدأ من أول وجديد احنا هنبني على نتائج أسلو حتى نصل إلى حل الدولتين وفقا لخارطة طريق ورؤية مصرية خالصة لهذا السبب دي كده الشكل العام يعني لهذا السبب أنا بقولك أولا الفصائل الفلسطينية امشي وراء مصر بس تاني امشي وراء مصر بس بقيت مجموعتنا العربية امشوا وراء مصر بس ونخليكوا واسقين في كده المجموعة الإسلامية يعني هنا بقى المجموعتنا والعربية الإسلامية امشوا وراء مصر بس لدينا جميعا ميرات وقرس خلينا في المضمون ونمشي وراء الأمريكان بلاش ويا ما كتير مننا مشي وراء الأمريكان وفي الآخر خالص بالبلد اللحسوا كلامهم وضرونا مش بس لحسوا كلامهم طب نمشي وراء الإنجليز نفس القصة امشي وراء مصر بس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر